زي ما قلت لكم صفقة وحيدة متبقية في النادي الاهلي وهتكون مهاجم اجنبي او جناح اجنبي مهاجم اجنبي او جناح اجنبي وفريق الكشفين او السكاوتينج تيم في النادي الاهلي عمال يدور على اسماء عشان يلحى يتعاقد مع واحد منهم الفترة اللي جاية وما فيش لاعب محلي اخر هينضم للاهلي الفترة القادمة بناء على قرار من مارسل كورر